هذه حقول البطاطة أم جرابيعي ببلدية بوعلام تجود بإنتاج وفير ذو جودة عالية جلبت إليها تجار الولايات الشمالية ثلث صعوبة المسالك وغياب الكهرباء ورخص حفر الأبار قلص نشاط الفلاحين وأصبح يهدد منتوج البطاطة وحول الموضوع يقول المدير الولائي للفلاحة بولاية الضيض فيما يخص الدعم الفلاحي أنا من خلالكم إحنا سناكات عدنا حصة تقدر ب15 مليار أرانا فاتحين الباب للجميع الفلاحين اللي حابين يستفادوا من الدعم الفلاحي الدعم الفلاحي هو خاص لتطوير الرأي الفلاحي وفي انتظار تسييد وعود المسؤولين يبقى منتوج بطاطة أم جربيع مهدد بالضياء